على الرغم من الشعبية التي نالتها المعارضة الفنزولية في السنوات الأخيرة إلا أنها لم تتمكن يوما من الاتحاد لا ضد الرئيس الراحل هوغو شافز ولا الحالي نيكولاس مادورو وكان واضحا افتقارها إلى شخص يمكنه جمع واطيافها لكن الأحداث المتلاحقة في الأونة الأخيرة قدمت رجلا يبدو قادرا على جمع المعارضين خلفه خصوصا أنه مدعوم أمريكيا ومن دول المحيط الإقليمي التي تدور في فلك واشنطن ذلك هو خوان جوايدو الذي يرأس البرلمان الفنزولي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة جوايدو ابن الخامسة والثلاثين والذي شارك بقوة في تظاهرات 2017 وأصيب خلالها قبل أن ينتخب رئيسا للبرلمان الفنزولي نهاية العام المنصر اعتبر أن ولاية مادورو انتهت في العاشر من الشهر الحالي وعليه التنحي على اعتبار أنه لم يتم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي جرت في أيار الماضي حين فاز مادورو بولاية جديدة لست سنوات وبما يشبه اعلان حرب مفتوحة نصب جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة مدعوما من عدد من دول الأمريكيتين على عكس الجيش الفنزولي الذي يحافظ على ولائه لمادورو ما يجعل التطورات في فنزولا مفتوحة على جميع الاحتمالات وفي أول رد فعل على الانقلاب أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مانحا البعث الدبلوماسية الأمريكية 72 ساعة لمغادرة البلاد جاذلك ردا على اعتراف أمريكا ومعها كل من كندا والبرازيل وكولومبيا بيجوايدو رئيسا شرعيا في المقابل أعلنت كل من روسيا والمكسيك وكوبا رفضها للانقلاب كما أبدت تركيا تضامنا مع مادورو وتواجه فينزولا أزمة سياسية واقتصادية كبيرة تحت إدارة مادورو في وقت تعيش كركاس عزلة سياسية واسعة في المنطقة وعقوبات مالية أرهقت البلاد بعد هبوط أسعار النفط ما أدى إلى فرار أكثر من ثلاثة ملايين فينزولي هاربا من البؤس والفقر كل ذلك أدى في النهاية الانقسام الوضع السياسي إلى فئتين متضادتين تماما ما ينظر بحرب أهلية قد تأتي على ما تبقى من البلاد ترجمة نانسي قنقر